ينتظر فريق الويداد الرياضي المفاوضات مع غايم بنزا المهاجم السابق للفريق الأحمر لتعزيز خط وجومه من جديد في المركات الشتوي الحالي وأكدت مصادر ويدادية أن المفاوضات مع اللاعب بلغت مراحلها الأخيرة إذ سيكون المهاجم الأول للنادي في الشطرة الثاني من الدور الاحترافي وكان بنزا قد تألق رفقة الويداد الرياضي وتوج معه تحت قيادة وليد الرقراغي بلقبية الدور الاحترافي ولقب دورها عبطال أفريقيا إلا أنه قرر مغادرة الفريق بسبب مطالبه المالية التي لم يقبلها سعيد النصير وكانت تجربة اللاعب المذكور في الدور السعود متواضعة ليقرر العودة إلى صفوف الويداد الرياضي خاصة أن لديه مكان خاص لدى الجمهور الويدادية بعدما ساهم في التتويج بالازدواجية وحصل على لقب هداف الدوري ويرغب الويداد الرياضي في التخلي عن خدمات مهاجميه الثلاثة جونيور صنبو والشرق البحري والخنوس لتواضع مستواهم وعدم تقديمهم للإضافة المطلوبة في الشاطر الأول من الدور الاحتراف اشتركوا في القناة